تابع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان خالد عبدالغفار توفير الخدمات الإسعافية والعلاجية لمصابي حدث القطار الذي وقع صباح اليوم في محافظة المينيا وكلف نائبه الدكتور محمد طيب بالتوجه لمحافظة المينيا لمتابعة الوضع الصحي ميدانيا كما وجه برفع درجة التأهب الطبي للمستشفيات الواقعة في النطاق الجغرافي للحادث أعلنت الوزارة الدفع بـ 23 سيارة إسعاف مجهزة إلى موقع حدث القطار موضحة أن الحصر المبدئي يشير إلى أن عدد المصابين بلغ 20 مصابا وتم نقل 19 منهم إلى مستشفى المينيا العام ونقل مصاب واحد إلى مستشفى المينيا الجماعي هذا وتشير الفحوصات الأولية إلى أن الإصابات تتراوح ما بين كدمات وسحجات وجروح ظاهرية بينما لا يوجد حالة وفاة حتى الآن أصدرت هيئة السكك الحديدية بياناً إعلامياً أشارت فيه إلى حدوث استضامي جرار بمؤخرة قطار 1087 القادم من أصوان باتجاه القاهرة وذلك في المسافة بين أبو قرقاص والمينيا مما أدى إلى سقوط عربة القوى وعربة أخرى من القطار وعلى الفور تم الدفع بمعدات وأوناش الطوارئ وتم فصل القطار عن العرباتين وتحرق القطار لاستكمال رحلته باتجاه القاهرة هذا وقد كلف نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل كامل الوزير كل من نائب وزير النقل للسكك الحديدية والجر الكهربائي ورئيس هيئة السك الحديد بالتوجه لموقع الحادث وتشكيل لجنة من المختصين بالسك الحديد للوقوف على الأسباب الفنية التي أدت إلى وقوع الحادث استشهد 11 فلسطينيا وأصيب أخرون في غرات شنتها طائرة الاحتلال الإسرائيلي على مخيمين نصيرات وجباليا في قطاع غزة وأفادت مصادر طبية لوكالة الأنباء الفلسطينية باستشهاد سبعة فلسطينيين وإصابة آخرين في قصف الاحتلال لمنزل في مخيم النصيرات وسط غزة وباستشهاد أربعة فلسطينيين وإصابة آخرين في قصف للاحتلال على مخيم جباليا شامل القطاع مضيفة أن العدد مرشح للزيادة في ظل وجود مصابين في حالات حارقة أعلنت وزارة الصحة اللبنانية مقتل 15 شخصا على الأقل في غرات إسرائيلية على ثلاث مناطق وأكدت الوزارة مقتل تسعة أشخاص وإصابة 15 آخرين بجروح في غارة إسرائيلية على بلدة المعيسرة شمال بيروت كما أفادت بمقتل شخصين وإصابة أربعة آخرين إضافة إلى وجود أشلاء يتم تحقق من هوية أصحابها إثر غارة إسرائيلية على دير بيلا قرب من بلدة البترون في شمال البلاد وبقتل أربعة أشخاص وإصابة 18 آخرين في غارة على برجة في قضاء الشوف جنوب العاصمة أغلق جيش الاحتلال الإسرائيلي مناطق حول عدد من البلدات في شمال إسرائيل بعد تقييم أمني وجاء ذلك عقب إخلاء العديد من تلك المناطق جراء إطلاق حزب الله اللبناني سواريخ وقضائف من لبنان أكدت أربعون دولة على الأقل دعمها الكامل لقوة الأمم المتحدة المؤقتة المنتشرة في جنوب لبنان اليونيفيل وحثت على حماية عناصرها الذين أصيب خمسة منهم خلال 48 ساعة في هجمة إسرائيلية وتعرضت إسرائيل لانتقادات حادة بعد أن اتهمتها القوة الأممية بإطلاق النار بشكل متكرر وعمدا على مواقعها قال الرئيس الأوكراني فولاديمير الزلينسكي أن قوات روسية حاولت ترضى القوات الأوكرانية من مواقعها في منطقة كورسك على الحدود بين البلدين لافتا إلى أن قوات بلاده لا تزال تتشبث بمواقعها وقال زلينسكي أن التواغل الأوكراني في كورسك يهدف لإبعاد القوات الروسية عن مواقعها على خط المواجهة في الشرق أوكرانيا حيث يحقق الجيش الروسي ما كسب متواصلة منذ شهور هذا وأقر زلينسكي بوجود ظروف صعبة في منطقتين دونسك وزابوريجيا التي تسيطر عليهم روسيا جزئيا